وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين قال أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه نزلت فينا معشر الأنصار وذلك أن الله تعالى لما أعز دينه ونصر رسوله كنا فيما بيننا إن قد ترقنا أهلنا وأموالنا حتى فشل إسلام ونصر الله نبيه فلو رجعنا إلى أهلنا وأموالنا فأقمنا فيها وأصلحنا ما ضع منها فأنزل الله تعالى وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة فالتهلكة الإقامة في الأهل والمال وترك الجهاد فما زال أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه ينفق في سبيل الله ويقاتل في سبيل الله حتى تجاوز عمره الثمانون وفي عهد معاوية ابن أبي سفيان نادى منادي الجهاد للخروج في فتح الكسطنطينية فأخذ سيفه ورمحه فحاول أولاده إيقافه قائلين له إن عذرك عن الجهاد هو كبر سنك ومرضك فتلى قول الله تعالى انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون وقال أنا ثقيل والله لأنفران ثم لكبر البحر غازيا مع الجيش والكسطنطينية المعروفة دلوقتي بإسطنبول كانت مدينة محصنة في غاية الأهمية للروم فخرج صف عظيم من الروم لا يعرف أوله ولا آخره وخرج أمامهم صف عظيم من المسلمين فخرج رجل من المسلمين وحمل على صف الروم ودخل فيهم ثم خرج منهم فصاح المسلمون وقالوا سبحان الله ألقى بيده إلى التهلكة فقال أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه أيها الناس إنكم تؤولون هذه الآية بغير تأويل وإنما نزلت هذه الآية فينا معشر الأنصار فالتهلك الإقامة في الأهل والمال وترك الجهاد وما ذال أبو أيوب الأنصاري جاهد حتى توفيه ودفن هناك عند سور القسطنطينية وأنفقوا في سبيل الله واستمروا أيها المؤمنون في الإنفاق لنصرة دين الله والجهاد في سبيله وإن كان الإنفاق في كل أوجه الخير هو إنفاق في سبيل الله ولكن أعظمها على الإطلاق والإنفاق في الجهاد في سبيل الله قال عبد الله بن عباس رضي الله عنه أرضاه أنفق في سبيل الله وإن لم يكن لك إلا سهم أو مشكس ولا يقولن أحدكم إني لا أجد شيئا أقول لنا عارفين معنى السهم لكن ما هو المشكس؟ المشكس هو سهم بنصل عريض ترمى به الوحوش قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أنفق نفقة في سبيل الله كتبت له بسبعمائة ضعف ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة فأكثر أهل العلم فصروا ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة بالإقامة في الأهل والمال وترك الجهاد والإنفاق في سبيل الله ولكن هناك علماء فصروها بتفسيرات أخرى فمن العلماء من قال أنها مطلقة لكل ما يهلك النفس كالدعاء على النفس وتحميل النفس ما لا تطيق والنوم في مكان غير آمن وهناك منهم من قال ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة هو اليأس من رحمة الله وعدم التوبة والاستمرار على المعاصي حتى الموت وهناك آخرون قالوا ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة بترك الفرائد ففي تركها هلاك للروح والبدن وأطلق اليد وأراد النفس كما في قوله تعالى بما كسبت أيديكم ويقصد بما كسبتم وأحسنوا في الإنفاق والطاعة إن الله يحب المحسنين والإحسان هو أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك فلابد من الإخلاص في العمل وأحسنوا حتى إلى الأعداء ومن أحسن إلى عباد الله أحسن الله إليه هذا هو السبيل لمحبة الله فالزموه جزاكم الله خيرا وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر